أن تستمع لدرس عبر البثي المباشر ولا حتى عبر البثي المسجل لن تجد له نفس التأثير كحضورك لذلك الدرس بشكل مباشر خذ العالم ولا الداعية ولا الواعد اللي تتحبه وتتموت عليه وعزيز عليك وتتنصت إليه في الصباح والمساء أنا الليل وأطراف النهار ودير واحد لمحاضرة دياله وفيها مثلا واحد ساعة وقلصت صنط لها ثم إلى اسمعتي باللي ذاك العالم ولدك الدعية ولا كذا كين في واحد المكان ومشيتي حضرت ليه دار الدرس مثلا في المسجد ولا في واحد المعهد ولا كذا وحضرت ليه بشكل مباشر الحضوري والمحاضرة يعني لم تتعدت 30 دقيقة نصف المدة اللي كانت عندك في التجيل ستجد الأثر على قلبك كما بين السماء والأرض هنا كين أثر نافع لكن ليس كالأثر الحضوري لمجموعة من الاعتبارات الاعتبار الأول وهذا يحيلنا إن شاء الله تعالى على موضوع المداخلة الاعتبار الأول والأهم وأن تركيزك كله في الحضوري يكون منصبا على ذلك المتكلم يعني هذا الأصل وفي المسجد أكثر ما زال هناك القديعة يطولك اللجنة وتخرج إلى أخري بلاتي صيفت لي واتساب رأي الكاميرا اشتاء صبات حاجة لباب كين تسنوشي واحد وممكن يقطع عليك الحبل تمشي تجي تمشي تجي لكن في المسجد تكون أكثر لأن في المسجد ما كينت إلى حدود الساعة باقي المساجد ما تفتحتش في قضية الدروس لكن إلى حدود الساعة قاعد الدروس اللي حضرت لها معقلش على شي ضرس كي يكون في شي واحد قال ستيت صنط للشيخ ويجبد الواتساب والفيسبوك ويضرب فيه كلمات وعود صيف إلى حدود الساعة باقي الناس لازالت تحتارموا على الأقل هذا المجلس دي المسجد باقي الناس شوية تحتار موضوع القدي فأنت بكليتك مع المتكلم ما تجبد رجليك ما تتنعس ما تقول ما تعمر برد ديالتي على ما يكمل اسميته حيث مثلا أنت كتصنط مثلا الشيخ مثلا الفنان وتفكرتي باللي رأى خصك واحد دكيكة ديالتي تقدبها المجاج في الدرس هذا تتنوض لكوزينات عمرتي ملي كتنوض لكوزينات تتديه كتديه معاك فكيقول الشيخ متيني هاز خلعته وغادي معاك نعمزي للكوزينا أنت دخلتي للكوزينا وكتطيب حداه الماء وكادا إلى آخره وما نزلط في دا وما دوك قيتيقات لك نحط معا أتاي ودوك اللخطات وسير واجيه عاو تاني هز وكتفكر بلا رخلتي كدو يبو حدو كترجع للكوزينا عاو تاني نجيبه متى يكون تأثير ذلك الكلام بشكل قوي وفعلي على قلبك في مثل هذه الظروف يكون له تأثير أنا ما قلش ما كانش يكون له تأثير كيلي كيجيك وولك ودوك سيد ياسين رأى أنت الدرس ديالك رأى كانت سنتلي في الليل قبل من العاس كانوا يقول لي الله يتقبل والله يرزق خلال شي شوية دي الأثر طيب معاك إلى آخره والله يقبل منا لكن عن أي أثر نتحدث وأنت مستلقين على قفاك وياسين معاك قلستيهضر وانت دير بضرب المانطة واسمينتو وشي شديتيه وشي ما شديتيه شوية كتنعس وكتلقارس كرداز التسجيل الرابع على الخامس كيف يقعك عامل كيجي الإشار ديالشي ديالشي حاجة بقى نحن نقول بسميات يجي إشار في شي موسيقى كتنوضك من القلب عادة باش كتنوض كتلقارس كردخلتي في تسجيل ديال الشيخ العفاسي وراقرة ثلاثة ديال الصور وانت جابد على ابن عسى مزيان الله ما هدا ولا تنعس على أنغام ترى للي ولكن المهم فادبوا ليتي هادشي مولا محسوب عليك لتي تقول لك لما تخاف لها تقول سمية شي واحد ولا شي حاجة ويقول لي مقيدة عليك ويطلع الطراز دياله يقول لك هذا يهاجم كادا ويما حدك عارف الله دراء الخاوية ديالذب فقلت يعني هالتأثير ديال المجالس لأن العبد يأتي بقليته وبمجامع قلبه وذهنه على ذلك المتكلم فإن شاء الله تعالى يكون لذلك المجلس تأثير إن لم يكن له تأثير علمي وتصاب السيد هذه المعلومات كلنا عارفها وغالب الظن ينمي في مثل هذه المجالس المعلومات لا تخفى على شريف علمكم لا تخفى على شريف علمكم لكن يكون له تأثير على مستوى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا وغشيتهم الرحمة هذا التأثير ما عندك من ينجيبون غير هذه المجالس ونزلت عليهم السكينة ما عندك من ينجيبون غير هذه وحفتهم والملائكة ما عندك من ينجيبون غير هذه والأسماء والأعلى والأهم وذكرهم الله في من عنده وفي الحديث الآخر كما في الصحيح يعني نفس السياق دي المجلس دي الذكر وكذا ينادي من قبل السماء يعني بعد فراغهم من مجلسهم أنقوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات يعني استدي الميزات منين غيرت جيبها في الغير هذه المجالس حتى أن بعض الملائكة يسأل ليس من باب الاعتراض في الملائكة ولا تعترض لكن من باب الاستفهام يعني أي رب انت غفرت لهم وفيهم فلان لم يأتي إلا لحاجة واحد معلى بالوش هذا المجلس جاي ما كيتسنى شي حاجة الله أعلم ربما كيتسنى سعيصان بغير يشوف ويسلم عليه ولا كيتسنى ذكرنا الفقائي في اسمه سيتو كيتسنى سيتو فيق كيتسالو شاربعمية دلهم من البريميراني في الكلاس بريمبا الله أعلم المهم هو ما جايش بدل هاد المجلس هو ما على بالوش كولك أصلا ذا كياسين ما تيدوش لي من هنا أنا داخل كنتسنى توفيق ناخد فلوسي هو قالس وداز مع الخود في المجلس ينادي المنادي من قبل السماء نقوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات فتقول ملائكة يا ربي إن فيهم فلان لم يأتي إلا لحاجة يعني غير الحاجة اللي تجمع على الناس فيقول له الحق سبحانه وتعالى في تقديم يفيد وحد الاختصاص مهم جدا قال وله غفرت ما قال وغفرت له قدمه علم غفرة قال وله غفرت أولئك القوم لا يشقى بهم جليسهم مني غجيبت المجلس وأنت قلس في البيت وكتعمر ذاك البراد ومسلقين على قافك ناعس وكتصمت هي أمور طيبة كما ذكرت لكنها لا تعديل بحال هذه المجالس